كم عدد مهارات اللغة؟ هل هي 4 أم 6؟ وما هي مكونات اللغة؟ ما هو الفرق بين مهارات والمكونات؟ هذا الفيديو سيطلعك على طبيعة اللغة ومكوناتها ومهاراتها حتى تتمكن من تقييم نفسك واكتشاف نقاط ضعفك السلام عليكم ومرحبا جميعا في حلقة جديدة من اسأل مجرب في الأيام الماضية انشغلت بكتابة مقالة دسمة بعنوان خارطة طريق لاكتساب اللغة الإنجليزية ذاتيا في بداية هذه المقالة تحدثت عن ما هو الهدف أساسا من تعلم أو اكتساب اللغة الهدف المشترك لدى الجميع أن تستخدم هذه اللغة للتواصل مع من حولك التواصل يكون استقبالا وإرسالا بمعنى أن تفهم ما يصل إليك وأن تنقل ما لديك الاستقبال يتم عبر القراءة والاستماع والإرسال يتم عبر التحدث والكتابة هذه أربع مهارات رئيسية معروفة لدى الجميع تقريبا فماذا عن المهارة الأخرى يتان؟ قبل أن أحدثكم عن المهارتين التاليتين دعوني أطرح سؤالا وأجيب عنه هل اللغة هي كلمات وقواعد أم هي مهارات؟ الإجابة كلاهما الكلمات والقواعد هي مكونات اللغة وهناك مهارات اللغة المكونات شيء والمهارات شيء آخر إن امتلكت المكونات لكن ليس لديك المهارات أو ضعيفة فلن تتمكن من استخدام اللغة تخيل أن هناك شخص لديه مكونات طبخة معينة جميع المكونات متوفرة لديه لكنه ليس طبخا مثال آخر شخص حفظ في رأسه مئات المعلومات وعشرات التعليمات لكيفية السباحة لكنه ليس سباحا لا يمتلك مهارات السباحة تلك المكونات وهذه مهارات سؤال ما هو الأكثر أهمية المكونات أم المهارات؟ المكونات مهمة لكن المهارات أكثر أهمية ولو تأملت في الطفل الصغير لتأكدت لك هذه المعلومة لا يعرف القواعد وما لديه من كلمات ومفردات قليل ربما أنت تملك أكثر منه ولكنه يتحدث بشكل بقبول ويتواصل مع من حوله شفهيا دون مشاكل لأنه امتلك على الأقل مهارتين مهارة استقبال ومهارة إرسال وهنا نأتي لمعرفة أساس المشكلة التي نعاني منها في أنظمتنا التعليمية في معظم الدول العربية فيما يتعلق بمناهج اللغة الإنجليزية لماذا المناهج التي تستمر مع الطالب 12 سنة أو 8 سنوات أي أن كان هذه السنوات الطويلة في نهاية المطاف تفشل في أن تخرج طالبا مكتسبا للغة المشكلة ببساطة أن هذه المناهج تركز على المكونات تركيزا شديدا وتهمل المهارات إهمالا بالغا قلنا أن المهارات أربع مهارات مهارة التحدث تنشق إلى مهارتي النطق والطلاقة فيما يخص النطق أنت تحتاج إلى أن تتعلم الصوتيات وتدرب لسانك حتى ينطق كلمات وأصوات اللغة الإنجليزية بشكل صحيح يمكن أن تهمل مهارة النطق الصحيح أثناء التعلم فينتهي بك المطاف لمتحدث طليق لكن المشكلة هي في من يستمع إليك يجد صعوبة في أن يفهم لأن لديك مشاكل في لسانك وفي طريقة تحديثك إذن هنا أنت اكتسبت مهارة الطلاقة لكن عندك مشكلة في مهارة النطق ويمكن أن يكون العكس يمكن أن تكتسب النطق الصحيح لكنك لا تستطيع التحدث بشكل طليق وهذا عادة يكون بسبب ضعف الاستماع وقلته إذن من الأفضل أن نفرق بين مهارة النطق ومهارة الطلاقة حتى تتمكن من إشباع كل مهارة بما يغذيها وينميها مسألة كيف تطور كل مهارة هذه سنتطرق إليها بالتفصيل إن شاء الله في حلقات سلسلة كيف تتعلم اللغة ذاتيا أما مهارة الكتابة فيمكن أن تتفرع منها مهارة أخرى وهي الإملاء أو التهجئ هناك الكثير من متعلمي اللغة الإنجليزية يعانون من هذه المشكلة لديهم أخطاء كثيرة في كتابة الكلمات هذه ليست مشكلة في اللغة العربية أو لغات أخرى لأن العربية تكتب مثل ما تنطق لكن في الإنجليزية أحيانا كثيرة النطق في واد والكتابة في واد آخر إذن الكتابة تتطلب أمرين أن تكتب الكلمات المفردة بشكل صحيح هذه مهارة وأن تكتب الجمل بطريقة وتركيب صحيح وهذه مهارة أخرى إذن هذه مهارات اللغة ست مهارات يشد بعضها بعضا التحدث مرتبط بالاستماع وهناك صداقة قوية بين القراءة والكتابة أما مكونات اللغة الكلمات والقواعد فهي مطلوبة دائما عند جميع المهارات الآن حين تأتي لتقييم مستواك في اللغة الإنجليزية ضع في حسبانك كل هذه الأشياء حتى تتمكن من معرفة نقاط قوتك ونقاط ضعفك لتعرف جيدا كيف توزع جهدك ووقتك أما إن كنت مدرسا أو مسؤولا في جهة تعليمية فضع خطة أو منهجا يغطي جميع المهارات واجعل الهدف اكتساب اللغة الإنجليزية وليس فقط تعلم الإنجليزية نلتقي على خير في حلقة قادمة إلى اللقاء